اشتركوا في القناة سنكون على مصالة الضوء على رزنامة النشاطات إذا أريدك للشركة في 2018 التي هي من ضمنها نشاطات عديدة مجانية تكونوا هكذا الناس اللي يحضرونها ويطلعوا على تفاصيلها لكن قبل أن نفوض بالتفاصيل خبرنا شوي عن شركة أديو فيجن نعم نحن شركة تربوية مخصصة للتدريب والتوعية لكن أكثر إذا أريدك مؤسسة على قصص التوجيه والإرشاد لأنه نحن هدفنا الأساسي ورسالتنا هي تمكين الفرد إن كان أستاذ أو تلميذ أو أهل ليحققوا هدفهم بالحياة بس نحكي هدف الحياة يعني أنا عم بلاقي دوري عم بقدر حققه اتميز لحتى حس بالرضى وبالاكتفاء كمان فمن هون نحن خدماتنا بتتنوع مثل ما قلتلك منتوجه لكل الهيئة التربوية الأهل اللون دوري كتير مهم الأساسي الهيئة الإدارية وكمان الطلاب من عمر ثلاث سنين لعمر ثمانتاشر سن فقد ما فينا عم ننوع وقد ما فينا كمان منشجع بنشاطات مجانية لأنه كتير مهم أنه نعرف شو المشاكل اللي بتصير معنا نحددها أكتر تنقدر نحلها تنقدر نطور حالنا أكتر حلو يعني من ضمن البرامج في برامج ثابتة وفي برامج محدثة إذا بديك يعني بيصير فيها تعديلات أو تجديد من فترة لأخرى خبرينه نعم مضبوط صحيح هالتعبير يعني محدثة لأنه نحن دايما فيه إشياء ثابتة فيه طرق تعليم فيه طرق تربوية بس نحن أكيد دايما دايما منكون عم نراجع الأبحاث الجديدة والاستراتيجيات اللي عم تطلع جديد لحتى نقدر قدمة فينا نطورها ونطبقها كمان بمدارسنا لذلك نحن مثلا العنوين العامة بتلاقيها أكتر شي عم تتكرر كل سنة الإدارة الصفية بس المحتوى البرنامج ومحتوى الدورات بتختلف مع تطور كل الأبحاث وكل الاستراتيجيات ومن هون مثلا إذا بتحبي منعدد شوي هالبرامج اللي عم نشتغل عليها بمجال الصحة النفسية نحن على مدار السنة عنا محاضرات بتصير هيك دمون جلسات مريحة للحاضرين بتحت عنوان self-help series نحن هون self-help أنا كيف ساعد حالي تاكتشف هالمشكلة النفسية اللي عم بمرق فيها هل هي مشكلة حقيقية أو أزمة على يومين وبتنحل لما أغير أنا live style طريقة حياتي أو نشاطاتي اليومية فهيكي كل لاياتنا منقدر نتعرف مثلا كل لاياتنا منقول إنه عنا ديبريسيون مكتقبين بس هل هي فعلا ديبريسيون هل هي بحاجة لاستشارة مختص أو أنا بقدر غير لأني أنا نظام حياتي ونظام هالنشاطات اللي بقوم فيها هي خلقتلي هالحالة النفسية اللي شوي فيها تعب وشوي فيها إرهاق إذا بديك وفي مثلا بهيدول المحاضرات نحنا كتير من نكتريح مثلا مواضيع مثل الأدمان مثل القلق الاكتئاب اترابات النوم كتير منا بيقول ما عم بقدر نعم منطرحها من وجهة علمية لحتى نقدر نكتشفها أكتر ونقول صح أنا عندي مشكلة لازم استشير مختص أو لا أنا بقدر ساعد حالة أتخطى هذا الموضوع وكمان بالنسبة للبرامج لأكتر متخصصة المتوجهة للمتخصصين التربويين والمرشدين في عنا مثل البوليينج نحنا لما يكون في عنا تنمر بقلب المدارس حتى محلات العمل خبرينا شوي شو المقصود بتنمر نعم تنمر لما نحنا الشخص في عنا المتنمر الشخص اللي عم بيهاجم الضحية الشخص التاني فنحنا هون التنمر أنا كيف بقدر اكتشف هيدا حالة التنمر من حالة عدائية أو من حالة حتى تحرش أو شي تاني كيف أنا بميز هيدا الموضوع عن المواضيع التانية وكمان كيف بعالجها والأهم نحنا دايما نطرح طرق الوقاية كيف نحنا بقلب المدرسة منخلق هيدول الكود مثل القواعد مثل النشاطات والتوعية لحتى نكون عم نتوقع من التنمر اللي بيقذي كتير تلميذ وبيقدي أوقات كتير لانتحار وبنفس الوقت نحنا منكون عم نطرح مشاكل البيرن أوت هالاستنزاف اللي بيصير عند الأسادزة كيف أنا كأستاذ بقدر كون عندي الزكاء العاطفي تأضبط زيتي أكتر أضبط انفعالاتي ودايما أشتغل على الاسترخاء اللي أنا بقدر أعمله لحالي كم علمي كأم وبنفس الوقت مع تلميذي بالصف بخمس دقايق بريك ما حدا أنه بدل ما نكون اخدين فكرة أنه بدا تاخد نص ساعة يوغا أو نص ساعة مثلا رلاكساسيون معينة لا فينا بريك صغير يكسر هالروتين ونرجع ناخد هالنفس الصغير ونرجع هيدا مجال الصحة النفسية في عنا مجال الإرشاد المدرسة بطريقة عامة اللي بقلبه التوجيه المهنة كمان كيف بيصير التوجيه المهنة من نحنا وصغار من عمر ثلاث سنين أبدا ما نو محصور بعمر الشادات الرسمية كبروفي أو تيرمينال فبالتدرج كيف نحنا مننمي هالمهارة لاتخاذ القرار عند التلميذ حتى يقدر يختار على كبر وكيف يتعرف على المهن هيدا مجال التوجيه المهنة وأكيد ما بنا ننسى كمان التربية المختصة نحنا اليوم مدارسنا كلها عم بتطبق الاندماج الانكروزيون بقلب المدرسة كيف أنا كأستاذ رح كون قادر أتكيف مع وجود تلميذ عنده حاجات خاصة كيف بقدر كمان هاي الصف لتلميذ البقية يستقبلوا هيدا التلميذ اللي شوية مختلف عنهم وبنفس الوقت طرق التعليمية يعني غير هالوضع النفسي والوضع الاجتماعي اللي بنشتغل عليه كمان الطرق التعليمية اللي عنا إياها كيف نحنا بدنا نكون عم نفوت وسيلة تربوية هي أكتيف متل ما هلأ كلنا بدنا نروح على التعليم النشط صح بس كمان نحنا أنا ما نكون بس متل قبل بس تيوريئنا ما يكونوا من خلال أعمال تطبيقية عم بيتوصل لهم الفكرة وكرمال هاي كاكتر شي نحنا مركزين على التكنولوجي بالدرجة الأولى وعلى الدراما الدراما اللي هي كتير مهمة وحتى على الفاين ارتس اللي هي موجودة بالكوريكولوم اللبناني اللي الدراما الفنون الأعمال اليدوية كرمال هاك نحنا يعني مندور وان التلميذ وان الاستاذ بيقدر كمان يستخدم إن كان صوته إن كان وجه هالتعبير الجسدي لحتى يوصل الهدف التربوي ونباعد شوية عن الكتاب والأمور الجامدة فمنحاول نخلق هالأكليبر نزيد مهارات الاستاذ من تكنولوجي الشي المتطور اللي كل ياتنا من صغار وكبار صرنا متعلقين بالإشياء الإلكترونية وبنفس الوقت نرجع لهالإشياء المحسوسة الروسيكلاج لكتير مهم إعادة التدوير اللي فينا نستعمله بكل المواد التعليمية وبنفس الوقت تعبير الجسدي والتواصل المحسوس بين الأشخاص بقلب الصفل بصير عبر الدراما وعبر التمثيل وعبر حتى كيف نحنا بدنا نقرأ هالقصة بطريقة معبرة تتوصل الإحساس للتلميذ فهيدول كمان أكتر شي نحنا هلأ عم نشدد عليهم يعني واضح أن هم تشتغلوا على منهجية كاملة إذا بدك ليكون إن كان الطالب أو الأستاذ أو يعني الكل المشركين بالعملية التربوية عم بيواكبوا التطورات اللي لشعريا نحنا بحصرنا عم نعيشها ما فينا نكون عم نضلنا على منهج تعليمي يمكن قديم تيكون الطفل أكتر عم يقدر يعبر عن ذكاء ونحنا عم نكتشف درجة الذكاء اللي عنده كمان راح نشوف صور هيك بتعبر أكتر عني اللي عم تتفضلي وتحكيه عن النشاطات اللي بتقوموا فيها وأيضا الأشخاص اللي عم يحضرونه كمان كيف ممكن يكونوا عم يتواصلوا معكم لأي استفسار أو للمشاركة بأي برنامج يعني كنا حكينا عن تدريب المهنة المستمر للأساتيزي حكينا عن برنامج سالف هلب الصحة النفسية والمحاضرات عنا برنامج تربية المتخصصة كمان برنامج الدراما برنامج خدمة المجتمع إذا بتحبي كمان تحكي عنه قبل ما ننتقلنا نحكي عن برنامج المعلم المرشي خدمة المجتمع هو عبارة عن شو نعم خدمة المجتمع هو موضوع العصر بس إذا بدك شوية عم نكون حاصرينه بمجال معين نحنا بحياتنا اليومية يعني محصوصي هلأ بزمن الأعياد كلها نتطوع برعاية بالمجال الديني أو حتى عم نتبرع بشي زيد عنا بالبيت شي ما أعايزينه عم نتبرع فيه فشوية عم تنحصر بهيدا الموضوع خدمة المجتمع بس هي بالمجال التربة وهي أوسع من هيك بكتير خدمة المجتمع هي أكتر هدف أو نشاط صغير نحنا بدنا نقوم فيه منه لهدف شخصي بالعكس هو للمصلحة العامة ونحنا بهيدا المجال خصصنا مثل البروغرام عم نطرحه نعم وهيدي هي الفلاير نحنا عم نطرحه على البلديات على كل الجامعيات حتى على الرعاية الدينية لحتى نكون عم نعمل شو هيدا الكونسابت مفهوم خدمة المجتمع شو مين بيشترك فيه مش بس طفلنا عم بيقدم لعبة ما بقى بديو يلعب فيها بالعكس هي بروغرام بدا يتنظم إلو هدف إلو بلان زمني معين وإلو أنا لمين عم بتوجه وهل فعلا إذا أنا ساعتك اليوم عم بحدث هالتغيير بي حياتك على الأفضل فتفاصيل كتير كتير مهم النقطة أنا قد تتكره عملت تغيير بس قد تكره عملت شيء أنا بكون يمكن حسات أني مبسوطة قدمتلك هاللعبة مثلا بس أنت يمكن مش عايستيها فهي لأ هي النقطة الأهم أنه أنا هيدا الشخص شو محتاج؟ ولازم كون عم بحدث بالتغيير للأفضل لأله هو مش لألي أنا كأحساس رضا حلو نعم بس كمان هي خدمة المجتمع الحلو أن وزارة التربية تقريبا من هايديك السنة بلشوا يطرحوها وحصروها بالمرحلة السنوية بالمدارس الرسمية وحتى بالمدارس الخاصة بس كمان هي منا معممة بعد فنحنا كمان عم نشتغل ببراليل لحتى نساعد هيدا الموضوع كيف نقدر كمان نطبقه بالمدارس لو على سنة أو لو نشاط واحد خلال السنة نكون عم نحضر له نرجع نطبقه لأنه فيها تكون بمجال بيئي للمنطقة اللي نحنا موجودين فيها فيها تكون لمجال إنساني لجمعية أو لناس محتاجة فيها تكون بكتير مجالات وحتى مجالات مهنية واقتصادية من هون طرحنا موضوع أن يكون في محاضرات مجانية بأول البروغرام وبيرجع هالمرافقة إذا بدك لتطبيق البرنامج مع التلميذ والأهالي والرعاية نعم نحكي عن برنامج المعلم المرشد اللي هو الأهم إذا بدنا نقول يعني كلهم مهمين بس هذا البرنامج اللي هو يمكن شامل وبينبتق عنه عدة برامج إذا بدك مصغرة بصراحة نعطي أهمية كبيرة للمعلم المرشد لأنه ما رح فينا نكتشف تربية المختصة والاحتياجات الخاصة إلا من خلال هيدا الأستاذ المرشد المتميز ما رح فينا نطمق خدمة المجتمع بقلب المدرسة إلا هالمعلم المرشد رح نكرر كتير هالكلمة اللي عم بيرافق تلميزه وتي طبقهم وكمان الصحة النفسية المعلم المرشد بيتميز بكل هيدا السفات اللي هي قريبة للتلميذ مرافق قريبة للتلميذ وبنفس الوقت بيشعروا بالأمان بيشعروا بالثقة وبيعطيه المعلومات الموضوعية والعلمية رح نعطي فكرة صغيرة عن المعلم المرشد لأنه يمكن كمان كعنوان جديد صحيحنا مطروح المعلم المرشد هو الاستاذ اللي الزمن أو الدوام طبعه شوي مقصم بين التعليم وتطبيق هدف تربوي أنا بعلم مات بجزء معين من الساعات من دوامي بس نفس الوقت في جزء من دوامي مخصص للمشاهد الصفية لمتابعة للتلميذ وللاجتماعات مع المرشد المدرسة المتخصص ليش لحتى نكون عم نوصل له هالتقارير هون في عنا تلميذ عنده صعوبة بالقراءة خلنا نتأكد إذا عنده اضطراب تعليمي أو لا هو عنده صعوبة تعليمية إذا دعمناه تربويا تنحل المشكلة هون في مشكلة التنمر هو رح يقلنا الاستاذ الموجود على الأرض يوصلنا هذه الفكرة ومنرجع نشتغل على طريقة العلاج مع المتخصصين فالمعلم المرشد هو برنامج كمان بيتقسم على خمس أو ست دورات كل دورة إلى موضوع معين لحتى يعرف أي منهج هو بده يطبق مثل ما قلنا غير منهج التربية والهدف التربوي كمان عنا منهج إرشادة بده يطبقه بالمدرسة حتى تبقى هالمدرسة حاضنة لكل التلميذ وبنفس الوقت عنده المهارات بده يتدرب على مهارات جديدة منه مهارات المشاهدة والملاحظة أنا عم بعمل اليوم مشاهدة بس كيف بدي سجل شو النقاط اللي هزم تسجلها ومن بينيطها الأصغاء اللي هلأ هيدا الأسبوع إذا أراد نهار الجمعة رح يكون عنا دورة كتير مسغرة تنطرح هيدا المهارة قد موجودة عنا هل فعلا عنا مهارة الأصغاء أو منعتبر حالنا أنا بسمعلك فمن هون في عنا مهارات كمان الاستشارة كيف أنا كمان أقدم استشارة سريعة وعلمية بلا ما أكون عم بتخطى حدودة وأكيد يعني في نقاط كتير كتير مفصلة ونحنا جهزين لأي استفسار في حال حدا حابب استفسر عن الموضوع يعني فعلا نعطيكم ألف حافية ولأقويكم على هالمجهود وعلى هالبرامج العديد المتنوعة والغنية جدا يعني اللي عم بتطال كل أفراد الأسرة التربوية رح نلفت نظر عن دورة الإصغاء المجانية اللي هي رح بتصير الجمعة خمسة كرون التانية من الساعة ثلاثة للساعة خمسة بالأيوال للكولا وهي مجانية لكل أشخاص اللي بيحبوا يكونوا عم بيشاركوا فيها مين رح يكون عم بيقدمها؟ رح تكون عم بتقدمها مادام نعم فواز مادام نعم فواز تدربت عنا بشركة الأيديوفيجون وبنفس الوقت هي متخصصة تربوية يعني وعاملة دورات حتى برات لبنان بماليزيا وبمصر فنحنا كمان كل المقدمين أو المحاضرين متخصصين ومتدربين على هالمهارات يعني اللي بيقدم سحة نفسية هو متخصص بالعلاج النفس بيقدم إرشاد مدرسة هو حائز على الماستر أو على الدكتوراه بالإرشاد والتوجيه فكل حدام باختصاصه موجود بهذا تكون أكتر ما فيه عم بيعطي من خبرتو إذا بيتك للأشخاص الموجودين أنا بدأت شكرك على حضورك إيمان يوسف المشيدة المدرسية بشركة أديوفيجون ويا أهلا وسهلا فيك مرسي كلكم جزء مشاهدينا نحن لهون نوصل لختم حلقتنا لليوم تظرونا بحلقات مقبلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة